مرحب لكل الأصحاب ولكل الأهل ولكل الفرنز تابعي على الفيسبوك والمعارف حبيت صور هذا الفيديو و احكي شوي عن موضوع الانتخابات النهار لأحد بعد في بس أنا محكيت يمكن بدي احكي بهذا الموضوع شوي و بدي وجه رسالة لأصحابي ولأهلي و لكل الناس اللي عندي على الفيسبوك بالبنان يلي مهوسين بالزعمة و عم تابعنا و عم شوفوا عم بقرة و عم شوف كيف رح يفدون يعني رح شوي رح يضحوا حالهم مشين الزعيم تابعهم بدي اتوجه لهودي بالتحديد و بدي اتوجه لأصحابي كلهم على الفيسبوك و لأهلي كمان بدي اقللون انه نهار الأحد هو نهار حاسم نهار الأحد هو فرصة لإلنا كشعب لبناني انه نغير انه نجيب ناس جديد انه يكون في جيل جديد عم ينعطى فرصة لحتالي يحاول يغير بالبلد يحاول يحسن بالبلد ما عمقول انا يحسن مباشرة يحاول يعطوه فرصة انه هالشخص او هالاشخاص او هالله هتقدر تغير بالبلد حاج نفس الاشخاص من الحرب الاهل من قبل ما نخلق من قبل ما اخلق انا و قبل ما يخلقوا اصحابي و في كتير ناس ما كانت بعضها خلقاني و هن زاتهم بعضهم موجودين بالحكم نحنا اللبنانية بس شطرين بالتنكيد بنزلوا صورة نبيه بره عم بيسوق البوستة و هوليك عم بيحطوا ولادهم محلهم عم بنزلوا ولادهم عن الانتخابات محلهم ما هاي انت يلي عامل هاده الصورة اللي عاملها فكر انه انت لازم تنتخيب لناس جديد ما لازم تنتخيب لنفس الاشخاص و انتو يلي عم تعملوا لايك و يلي عم تعملوا شات لازم تفكروا انه نحنا لازم نصوت لناس جديد لازم ننسى الطائفية لازم نحطها عجنب لازم ما نتبع الزائم لحزاب بلبنان بشكل عام فكره الاحزاب مختلفة بلبنان عن غير دول فكره الاحزاب بلبنان غير كل العالم الي البنان عنا لحزاب كل الاحزاب طائفيه senza حزب طائفي فيه أمكن اشي حزبان ثلاثة من طائفيين و ياريت عم يقدروا اي خل Scriptures بمجلس النواب ووشي عملي الي اعامل شي ابدا والشعب للاسب شعبنا بده لحد هلا ماشي ورا الزعيم بده لحد هلا ماشي ورا الطايفة ورى الدين. يا يخي انت فنماشي ورا زعيمك وعن تقول انه انا بدي افدي بالدم للحزب بدك تفدي بالدمك شو قدم لك للحزب? شو عم بقدم لك? نحن جيلنا جيل الشباب اغلبنا سفر انا سفرت في اصحابي في كتير منهم مفلوا من لبنان ليش انا رح احكي عن حالي شخصيا انا قدمت عبر مجلس الخدمة المدنية على اربع وظائف بالاربع وظائف نجحت بالامتحان الخطي ونجحت بالامتحان الصحي وما اخدوني لانه ما عندي واسطة لانه ما عندي واسطة مرة قدمت عضمان الاجتماع نجحت كان في عشر تلاف مقدم نجحت بالامتحان الخطي وكنا الف وكانوا كلهم اللي اخدينهم من نفس العيال معروفين يعني عندهم واسطة هي وشخص واخته هي وابن عمه تنقق خالته بتقرب خالته يعني من نفس العائلة مرة تاني قدمت على الامن العام نجحت بالامتحان الخطي ونجحت بفحص الصحة وما اخدوني لانه اهلي قالوا لانه لانه تدفعوا 25 الف دولار منفوت لكم بنتكم على الامن العام حبيت تصور هيدا الفيديو اللي اتوجه لأصحابي ولأهلي وقللون بليز ما تصوتوا للاحزاب ما تصوتوا للاحزاب ما تصوتوا للاحزاب اذا ما نكن مقتنعين انه هاي هاودي راح يغيروا ما تصوتولون تذكروا انه بالالفين وخمستاش لزبالي قتلتنا الرويح قتلتنا كتير ناس فاتوا عالمستشفيات وكانوا راح يموتوا وماتوا يمكن من ورا موضوع زبالي والتلووس تذكروا انه نسبة السرطان عنا بلبنان الكانسر اتخطيت حدا يعني صارت كتير عالية في البقاع بمنطقة البقاع طرقات ما فيك تمشي عليها جمعات ما فيه معامل ما فيه شغل ما فيه فئة معينة من الناس فئة معينة من الاحزاب اذا بتروح صوب بعلبك وصوب هذه المناطق حزب الله مسيطر هناك ما فيه واحد يحكي بتنزل على الجمعة اللبنانية بالحدث مسيطرين مش عم بحكي بس على حزب الله فيه كذا محل تاني فيه كذا حزب تاني بتروح ما فيك مثلا واحد ما فيه روح يسجل بجامعة بالدورة او شي لانه بخاف يروح لهونيك لانه فيه مسيحية اكتر من اسلام هادي بدنا نطلع منا هادي الشغلة هادي بدنا ناس مش تطلع على تلفزيونات بعبع وتحكي بيقبضوا 12 مليون بالشهر نحنا عم ننتخبهم ليمسلونا ليغيروا ليخلقوا فرص عمل ليقدروا يحسنوا الطرقات ليقدروا يعملوا ترانسبورتيشن مثل العالم والناس ما تتبهدل بنت وقتا تطلع بالفان لانه ما معا تدفع ما معا تدفع سيرفيز تطلع بالفان بتوفر فبيلطشوها ويسمعوها حكي ومن هدا الموضوع وما في ترانسبورتيشن مثل العالم الناس بدنا نحنا ناس يجوا يشتغلوا ما بدنا ناس يجوا يقبضوا 12 مليون ليطلعوا على التلفزيونات يحكوا يبعبعوا ويقاتلوا ببعض ويخلقوا فتنة ويخلقوا حرب اهلية نحنا جيل عشنا يمكن ما عشنا الحرب الاهلية بس عشنا بعض الحرب الاهلية فينا نكون صريحين شواء انو بعد ما بس اجا يعني بوقت رفيق الحرير بتذكر بالالفان وثلاثة الفان واربعة كانت انا بعدني تينايجر وكان شايفي لبنان كتير حلو كان في سواح كتير بلبنان كان بعقد النخاي كان بتذكر بالالفان واربعة النخاي هالسنة فات اكتر من مليون سايح على لبنان اه مؤتلولة رفيق الحريري من بعد ما ميت رفيق الحريري لا هلأ من الفان وخمسة لا هلأ ما في شي تغير كل مين والبنان للأسوأ قروض يعني بدك تقتل حالك لحتى ليعطوك كارد بالبنك اذا بدك تشتري بات بدك تشتغل شي ثلاث اربع شغلات لتقدر تشتري بات يعني يعني اذا بدك اذا بدك تستأجير اجرات نار يعني ما في ما في مجيل للانسان يكون حاله في عند كتير كل اصحاب انا بدهم يتجاوزوا مش قدرين لانه اه تنيناتهم بيشتغلوا الشاب والصابية بيشتغلوا مش قدرين يقصوا بات لانه ما عاشوا ما بيكافين ونحنا جماعة معلمين نحنا جماعة معنا ماسترز نحنا جماعة احترق سلفنا بالجامعة اللبنانية لاخدنا شادة وهي انا اللي بعده بلبنان يعني يعني اللي بعده بلبنان كتر خيره يعني اللي بعده صامت بلبنان وعم بيكافح واللي فل لانه ما انه قادر يعيش ما انه قادر يشتغل ويطلع مصاري ويكون مستقبله نحنا شعب وجيل تعبنا نحنا بعضنا شباب بس تعبنا من كل شي عم بصير تعبنين فنحنا بدنا حدا يجي يغير وانا بدع كل اصحابي بليز ما تصوتوا على اساس الطائفية وعلى اساس الاحزاب تطلعوا هادا الزلمة او هادا المرة او هادا هادا الليحة شو عندهم طرحات شو عندهم مشاريع مش لانه ابن وليد جنبلاط بدنا نصوت له ومش لانه ابن سلايمان فرنجية بدنا نصوت له ومش لانه ابن فلام بدنا نصوت له ومش لانه ساعد الحريري بي و 대표 الحريري عمر لبنان يعني بدنا نصوت له بعد ما شفنا منه شي على الرئيس الحكومي بياخد selfis وعلى عيني وراسي وكتير مهدوم وSuperستار بس باع لينا شفنا عمل شي يعني ما يعني بعد ما شفت انا حدا من هادا الطاقم كله سوا عمل شي ما بيعملوا شي ما عم بحسنوا بالعاكس عم بياخدوا مصهاري هن وولادون وولاد ولادون ليموتوا وبعد بيضلوا يقبضوا معاشات لا لا ما بعرف كم سنة لقدام وما عم بيعملوا شي ما بصير لازم نوع على حالنا لازم نوع على حالنا في جيل جدي جاي لقدام جديد كمان بنا نحسوا بحسابه في اطفال هلأ كمان رح تصير بكرة شباب بنا نحسوا بحسادنا يا الاصحابي انتو يلي مجوزين انتو يلي عندكن ولاد هلأ صار انتو يلي عم تفكروا بمستقبل ولادكن فكروا يعني نحنا منقول وسعوا شوي مخكن شوي وصوتوا لناس تأمن مستقبل ولادكن تخلق فرص عمل للجيل الجاي نحنا ما نعرف خلص ما بقلنا ما في شغل لقلنا بلبنان ما في كله طلع البترول بدون يتقاصموه طلع شي غاز بدون يتقاصموه شو ما فتح مشروع بدون يتقاصموه بجنوب اكلينة للجنوب الجنوب مأكول شو ما بدو يفتحوا مشروع بتفوت السد شراكة كهربا زحلة مما اطعد انتو يا اصحابي اللي مجوزين فكروا بولادكن فكروا فيهم لولادكن بمستقبل ولادكن هادي ولادكن ما تفكروا بقى بحالكن فكروا فيهم شوفوا بعد من هلأ لعشرة خمسة عشر سنة هالولاد بس يتخرجوا وياخدوا باكالوريا ويفوتوا عالجامعات رح يلاقوا شغل بالبنان بس فكروا بهادي الشغلة الزعيم تاخدوا معو صورة تتصوروا معو بيقلكن انو الطايفة والطايفة وانا عم حافز عالطايفة وحقوق الطايفة بس شو عم بيقدم لكم غير هاك ماشي فبليز الاول شي سمحوني لاني فعلت شوية بس هادي من حرقة قلب وهادي لانو انا ما قدرت صوت لأسباب يعني زروفة با ما خلتني كون بالبنان لحتالي صوت ويرات الكل يسمع هالنداء ويشتغل فيه والاحد هو نهار يعني مفصلة متل ما بيقولوا في ناس كتير بعرفون اصحابي وناس من اهلي مش كتير مأمالين بالانتخابات بس في ناس على الارض فيه مرشحين اذا بينعطوا فرصة رح يغيروا رح يقدروا يغيروا رح يقدروا يعملوا شي في ناس شباب كانت بالغربة تغربت ورجعت بلا انو بتحب لبنان بده تغير بليز اعطوهم فرصة فيك انا بكره هذا النظام يلي ما بيخليني يصوت للناس يعني مثلا انا من البقاع ما في يصوت لشخص انا شايفته انو كتير منيح ورح يفيد لبنان كله ما بقدر في عندنا نحنا بالبقاع عشخاص معيانين ملزومين انو نحنا نصوت لهم ما بصير بدنا حدا يكسر هاد القاعدة وهاد مسئوليتنا لانو نحنا عم ننتخب الناس اللي بمثلونا في كتير بلدان الناس بتنتخب مباشرة رئيس الجمهورية بتنتخب مباشرة الجوفرمنت تبعوله بس نحنا هون بالبنان مجبورين انو ننتخب اه ناس يمثلونا هاودي الناس اللي عم بيمثلونا لازم ننتخبهم بطريقة زكية بطريقة يعني تحفظ لنا حقوقنا كنس كانسان نحنا كانسان ما عمنا حقوق بالبنان روحوا يشوفوا انا عيشت عايش بره وبعرف حقوق الانسان شو لك الحيوان هون عنده حقوق اكتر من الحقوق اللي عنا بالبنان فبليز بتمنى عليكم انو تنتخبوا بضمير وثانكيو كتير لانكم سمعتوني وهذا رأيي بكل صراط سمعتوني وهذا رأيي بكل صراط